النملة التي تحارب من يشعل فتيل الحروب النملة الصغيرة أنا عازمة على الرحيل النملة الكبيرة الرحيل إلى أين يا صديقتي؟ ألا تشعرين بالإطمئنان هنا؟ النملة الصغيرة في الواقع أنا أشعر بالملل من العمل في نقل حبات القمح إلى الحجر ومن حفر الجحور وحتى من القيل والقال إن صادفت نملات ثرثارات لا يمللن الكلام أريد أن يكون لحياتي معنى لهذا فكرت في أن أذهب إلى الحرب قد يبدو هذا أمرا عجيبا ولكن ما باليد حيلة كما يقال النملة الكبيرة؟ ولكن أي حرب تريد نملتنا؟ هذا يثير العجب والدهشة ونحن النمل لم نفغر أفواهنا استغرابا منذ قرون النملة الصغيرة أنا عازمة على الذهب إلى ساحات المعارك هذا يزور عمته وذاك يجوب الصحارة وثالث يذهب إلى العمل أما أنا فأرغب في الذهب إلى ساحات المعارك فأي عجب في هذا؟ النملة الكبيرة؟ ساحات المعارك؟ وماذا تفعل نملة في المعارك؟ النملة الصغيرة؟ أحارب من يسعل فتيل الحروب النملة الكبيرة هذا يثير العجب حقا ما سمعت من قبل بنملة تشارك في الحروب أو تحارب من يشعل فتيل الحروب النملة الصغيرة آجل أريد أن أحارب من يشعل فتيل الحروب في الحروب لا نعثر على الأمل ولا نعثر على السعادة ما نجده هو القوي يغلب الضعيف والغالب دوما يكون قويا بالبدن والسلاح النملة الكبيرة؟ وأنت أي سلاح تملكين؟ حتى بدنك رقيق كشعرة رقيقة وأنت أخف من وزن ريشة؟ وأي ريح قد تطيرك إلى مكان بعيد؟ فتضيع عليك فرصة المشاركة في المعارك؟ النملة الصغيرة سترون ما أفعل سأغلب القوي وأجعله عبرة لمن لا يعتبر وأعود منتصرة حاملة لواء النصر أنا خلقت لأحارب الظالم وأنتصر للمظلوم النملة الكبيرة ولكن كيف تغلبين الظالم؟ النملة الصغيرة ألسع يده أي 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 فيسقط السلاح وقد يفر هاربه وألسع ساقيه فيسري فيهم التهاب أي 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 هكذا أحارب الظالم الذي يشعل لفتيل الحروب